اشتركوا في القناة اخواني ان شاء الله من باب التكمل في موضوع او سلسلة كيف تأخذ بيانات المحركات والوعد ان ان شاء الله اصور لكم جميع المحركات بجميع القدرات بطريقة اخذ البيانات وعلى اساس ان تسجلوها عندكم مع قياسات الحديد مع معلومات اللوحة على اساس انكم تسجلوها عندكم واذا حدا بحتاج لها بقدر يرجع للفيديو ويستأنس في البيانات الموجودة في الفيديو مع قياسات الحديد واللوحة طيب اليوم عندي انا محرك هذه اللوحة نوع سيمينز القدرة 4 كيلو واط يعني 5.5 حصان الأنبير 14.8 بالعشرة على الدلتا وثمانية واثنين بالعشرة على الستار طبعا الجهد المكتوب عليه 230-240 بولت هاي معلومات الخمسين هيردز وطبعا في معلومات الستين هيردز هاي هي اللوحة بالزبط على اساس انكم اذا جاكم محرك عليه لوحة مثل هاتي تتأكدوا من نفس المعلومات او لا طيب السرعة طبعا 1400 دورة ما حكيناش في السرعة احنا السرعة 1400 دورة طبعا المحرك ملفوف اقطاب حقية في البداية احنا زي ما حكينا وزي ما تعودنا نشوف احنا الروزيتا الروزيتا طالع منها ثلاث اسلاك طبعا هذا المحرك انا لافه سابقا يعني المعلومات اللي عليه ان شاء الله اصلية فعلى اساس اني هيك انا حبيت اصور الفيديو لانه انا معلوماتي الحمد لله رب العالمين متأكد منها بكون فانا موصله داخلي لسه مش عارف انا ناسي شو موصله داخلي لانه هذا ممكن قديم لافه انا ومطلع منه ثلاث اسلاك فقط بس لاحظوا انت هنا سبب حرقه يعني كانه في دخول ماء هاي نتيجة الماء هون كمان لاحظوا هون هاي الجهة هذا اللون الابيض هذا نتيجة دخول الماء الماء لما يجي على ينزل على الالمنيوم بعمل هيك لون ولما نلاحظ السيليك هون من جوه كمان عليه النقاط النقاط الابيض هاي دليل دخول الماء فاكيد الماء داخل من هون هاي الفتحة طيب خلوني انا نثبت الكاميرا وارجعلكم على اساس احنا نطلع الاسلاك ونعرف التوصيل وناخذ البيانات وشكل دقيق طبعا احنا من قص الروزيتا قصنا اسلاك اللي على الروزيتا وفكناها ما بدنا منها المهم المحرك طالعا منه ثلاث اسلاك والان نبدأ بتقطيع الخيط على اساس نسحب الاسلاك اللي خارجي للروزيتا ونشوف شو فيه على راسها من اسلاك الملفات الان نقطع الخيط دعونا نقطع الخيط وارجعلكم طيب انا هين قطعت الخيط كله بالكامل اخوان فيه الان بعطيكم ملاحظات انا حكيت لكم اياه قبل هالمرة بالفيديوهات اللي هي عن كيف تاخذ بيانات المحركات عن تفاصيل اكتشاف التوصيلة لكن بتمنى اللي يعني ما حفظها وما عرفها يسجلها الان يعني اللي بدي اتكلمه عن الان انا يسجلوا عنده ملاحظات وينطلق منها ويشترل منها يعني طبعا هسا الان بنسحب سيليك احنا زي ما حكنا بالعادي هذا محرك ثلاثة فاز بيكون كل الاسلاك نفس الترتيب فاحنا سيليك واحد معلومات سيليك واحد بتكفينا طيب زي ما انتو شايفين الآن الثلاثة اسلاك رفعناهم لو بنلاحظ احنا انه هذا السيليك اللي خارج لرزيتا الآن هذا السيليك اللي خارج لرزيتا عليه مع كورونا واحدة خارجة من مجموعة واحدة خارجة من مجموعة واحدة هذا يدل أنه التوصيل توالي هاي المعلومات اللي بديكم تسجلوها أنه إذا كان السلك اللي خارج للروزيتا عليه مع كورونا وحدة يعني عليه سلك واحد من مجموعة وحدة من فاز من الفازات بكون التوصيل توالي أما إذا كان عليه مع كوروناتين يعني سلكين من مجموعتين مختلفتين من نفس الفاز من نفس الفاز بكون التوصيل توازي أو نصف توازي على حسب ترتيب وسرعة المحرك أما إذا كان خارج منه زي ما حكينا هيك عندنا ثلاث أسلاك مثلا خارج من الروزيتا ولقينا الأسلاك عليها مع كوروناتين يعني عليها سلكين من مجموعتين من فازين مختلفين من فازين مختلفين يعني كل ماكورونا من فاز مختلفين بكون التوصيل دلتا داخلي يريد هذه المعلومات نسجلها فإذا أنا عندي عليه مع كورونا وحدة يعني عليه سلك واحد أو سلكين مجوز أو ثلاث أسلاك أو أربع أسلاك ما بيهمني المهم أنه كلهم خارجات من نفس المجموعة كلهم خارجات من مجموعة واحدة بكون هذا التوصيل توالي الآن منقص سلك ومنسحب العوازل اللي عليه ومنشوف ملفوف بأكم سلك طبعا الآن ملفوف بسلكين الآن ملفوف بسلكين إذن التوصيل توازي واللف ماشي بسلكين طبعا منقص السلكين الآن بيبقى علينا إحنا نطلع مثلا وصلة الستار هو الآن توصيله ستار الآن توصيله ستار بما أنه عليه مع كورونا وحدة من مجموعة وحدة حكينا لو أنه دلتا داخلي بكون عليه مع كورنتين كل مع كورونا منفاز منفازين مختلفين كل مع كورونا منفاز بكون هذا دلتا داخلي أما بما أنه عليه مع كورونا وحدة خارجة من مجموعة وحدة إذن التوصيل توالي هيك بنفهم توالي وستار توالي وستار وعلشان نتأكد إحنا بندور على وصلة الستار الآن نشوف وين موجودة وصلة الستار هيها الآن هاي هي وصلة الستار زي ما تشايفين يعني إحنا عرفنا توصيله توالي وستار قبل ما نشوف وين إذا في وصلة أو لا لأنه السلك الخارج للروزيتا عليه مع كورونا وحدة عليه مع كورونا وحدة يعني توصيل توالي وستار لأنه التواء الدلتا الداخلي بكون عليه مع كورنتين زي ما بنوصل الدلتا على يا أخوان على الروزيتا لما نوصل الدلتا على الروزيتا عشان تشوفوها انتو اوضح هيها عليها ثلاث ماكرونات اذا توالي وسطا الان بنخذ الخطوة طبعا لو بنلاحظ احنا ممكن من هون اوضح لو بنلاحظ احنا ملفوف ملف وملفين هاي هذا ملف واللي جنبه مباشرة ملفين اللي بعده اذا ملفوف ملف وملفين هاي هذا صرحته 1400 اذا بكون ملفوف خطوة واحد ثمانية لوحدها مجموعة عبارة عن ملف واحد والمجموعة الثانية ثمانية خطوتها واحد الى ثمانية واحد الى عشرة مجموعة لوحدها فيه ناس بلفها واحد الى تسعة ملفين وواحد ثمانية لوحدها واحد الى تسعة ملفين خطوة ثابتة والمجموعة الثانية من واحد الى ثمانية احنا بنسجل هاي المعلومات كلها على الدفتر وبنسجل معلومات اللوحة انا بعد قليل بعطيكم القياسات طبعا انا مسجل القياسات كمان حتى مسجل معلومات اللوحة من نوع المحرك واسمه وصناعته مثلا والامبير والكيلوواط والسرعة الان طول المجرى انا قسته اتناشر سانتي واثنين بالعشرة اتناش واثنين بالعشرة سانتي طول المجرى وقطر الثابت عشرة وثمانية بالعشرة سانتي عشرة وثمانية بالعشرة سانتي والان بيبقى علي ان اقطع واطلع العدد واقيس السلك وبرجعلكم على اساس اعطيكم البيانات النهائية وطريقة اللف ان شاء الله خليكم معنا طيب والان انا لفيتين مجموعتين وسقطتهم مجموعة الاولى من ملفين والمجموعة الثانية من ملف واحد طبعا والبيانات النهائية كانت كالتالي اذا اللي بحب حدا يوخد صورة من الشاشة الخطوة واحد الى ثمانية وواحد الى عشرة مجموعة واحدة واحد الى ثمانية مجموعة واحدة يعني مجموعة ملف ومجموعة ملفتين ملفين هاي المجموعة الملفين في بعض الناس بيلفها بخطوة ثابتة هي بتكون واحد تسعة واحد تسعة ملفين واحد ثمانية لوحدة طبعا العدد حكينا ثمانية وعشرين جوز ثمانية وعشرين لفة بسلكين لكل الملف ثمانية وعشرين لفة بسلكين طبعا أنا نسجل هنا ستة وخمسين يعني عدد الأسلاك في المجرى أنا حط أنه تقسيم اثنين على أساس أنه ملفوف بسلك مجوز وملفوف طبعا بسلك ثمانية ونص وثمانية ثمانية ونص وثمانية والتوصيل الخارجي ستار طبعا هذا محرك زي ما حكينا 4 كيلو واط 5.5 إحصان أمبيره على الدلتا 14.8 بالعشرة وعلى الستار 8.2 بالعشرة أمبير سرعته 1400 دورة طول المجرى زي ما حكينا 12.2 بالعشرة طول المجرى وقطر الستاتور 10.8 بالعشرة سانتي وأنا هيني لفيته زي ما هو بسلكين سلك 8 زي ما تشعفين وسلك 8.5 وسلكين وهي ملف طبعا أنا لفيت الملفات اللي وحدها الآن بلف الملفات المجوزة وهي العدد على الماكنة 28 لفة وهي هي يعني إن شاء الله أنكم تستفيدوا يعني هاي على أساس إنه إذا انتم في يوم الأيام حدا فيكم يحتاج ببيانات محرك بهاي المواصفات بيقدر يرجع لها ويشوفها ويتأكد منها ويستأنس بهذه البيانات وهي لوحة كمان مرة وهي هي إن شاء الله تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي ما بصيكم دائما وبصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته